اشتركوا في القناة شكري لسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة رئيس الاجتماع وكافة المعنيين بوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال والضيافة مرحبا معاليه بمعالي الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح النابل الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة معربا عن خالص التهاني لمعالي السيد حمود بن فيصل البسعيدي وزير الداخلية بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا لها دوام التقدم والازدهار كما شكر معاليه معالي الاستاذ جاسم محمد لبديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمام الامانة العامة الدائم بتنظيم الاجتماعات التمهيدية طوال العام بكل اتقان ومهنية من اجل انجاح هذا الاجتماع واكد معالي وزير الداخلية في كلمته انه بعد مضي عام على التصعيد الخطير الذي شهدته منطقة الشرق الاوسط وما تخلل ذلك من مواقف واوقات صعبة ودقيقة فان هناك العديد من الدروس والاستنتاجات التي ينعكس تأثيرها على الامن الداخلي مشيرا الى ان احد اهم تلك الدروس يتلخص في اهمية مراجعة التحديات والاعمال المتوقعة واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك تجنبا للمفاجآت والمواقف المحتملة والمؤثرة متمنيا معاليه للاجتماع التوفيق والسداد بما يضمن نجاح المسيرة الامنية الخليجية المشتركة هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الامنية والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الامنية الخليجية المشترك حيث اطلع اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على توصيات اللجان الامنية المختصة واهم المبادرات والمشاريع التطويرية ومنها الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات والاستراتيجية الخليجية لحماية الطفل والاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم غسل الاموال ومشروع ربط الانظمة والمخالفات المرورية ومشروع منصة التأشيرة الخليجية وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين الأمانة العامة للمجلس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال رفع القدرات وتطوير الكفاءات